فالآن لا نقول إنكم يا أهل الخلاف أمام اختبار جدي فقط بل نقول إنكم أمام محاكمة أنتم يجب أن تحاكموا بتهمة الإساءة إلى أنبياء الله العظام يجب أن تحاكم قامت عندكم الحجة وعليكم بأن النبي صلى الله عليه وآله أمركم بالرجوع إلى الكتاب والعترة وأنهما لي تفرقا حتى يردى عليه الحوض ولازم ذلك أن تفسير العترة مصيب دائما فكيف بزعيم العترة إمام العترة علي بن أبي طالب وقامت عندكم الحجة وعليكم في أن هذا هو تفسير علي بن أبي طالب صحيح السند عندكم لماذا لم تأخذوا به لماذا لماذا أخذتم بخبر أبي هريرة وأنتم عالمون وقامت الحجة عندكم وعليكم أن أبا هريرة ورواياته خاصة في التفسير لم تخلوا من إسرائيليات بالاتفاق بالاتفاق عندكم كلهم نصوا على ذلك أنه مشوبة بالإسرائيليات فتتركون المعين الصافي وتأخذون من الآسن من المياه الآسنة الملوثة كل مسلم الآن سمع كلامنا هذه الليلة عليه أن يبرأ إلى الله من هذه العقيدة كل مسلم يقول حاشا الكليم حاشا أنبياء الله هذه العقيدة الواردة في البخاري وكتب التفسير البكرية العفنة التي أساءت لكتاب الله وأنبياء الله ورسل الله وأولياء الله والعترة الطاهرة وأحكام الدين وشراء الدين وعقائد المسلمين كل ذلك أساءت له بسبب الإعراض عن إمة أهل البيت ومن يرفض بعد إذن ويصر ويعاند يقول لا أنا أتمسك بهذه العقيدة ولا علاقة لي بكلام علي بن أبي طالب ليس له أن يشكك في صدوري هذا الكلام عن علي بن أبي طالب لماذا؟ لأنه هو بنفسه يروي ليست رواية الشيعة رواية البكرية أنفسهم من يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة هم يرون بطريق صحيح سند صحيح عن علي بن أبي طالب أن قضية تبرئة موسى قضية أخرى لا تشين موسى بشيء هي الأوفق بالعقيدة الإسلامية الصحيحة فإذا لم يلتزم بهذا التفسير كان إذن حينئذن مستحقا للمحاكمة يحاكم أنه كيف لم تلتزم بهذا التفسير إصياح ليل ونهار الإساءة للصحابة ليس لكم حق في أن تحاكم الآخرين على الإساءة للصحابة على تعبيركم وأنتم تسيئون لأنبياء الله في عقيدتكم عن ماذا تتكلمون أنتم شوي استحوا على وجوهكم استحوا تحاكمون الشيعة الرافضة وتقولون لماذا أساءوا للصحابة لماذا أساءوا للصحابة لأنه مثلا قالوا أبو بكر منافق مثلا وأنتم تسيئون لأنبياء الله في عقيدتكم في كتب التفسير في كتب الحديث في كتب الأثر في كتب العقيدة وتقولون هذه العقيدة السلفية أنتم تسيئون لأنبياء الله نحن عندنا من يقول أن الله عز وجل والعياذ بالله عرّى أنبياءه وكشف عوراتهم كافر ترضون نحن نحاكمكم بهذه الطريقة ونزجكم بالسجون في دولنا في مناطقنا نجي نجمعكم هالشكل نسوي محاكم تفتيش في العقيدة إذا كنتم لا تريدون ذلك وتقولون لا ما لكم علاقة بنا هذا تفسيرنا وهذا كتب البخاري عندنا ومسلم نحن لازم نلتزم بها مع ما فيها فإذا لا بد أن تعطوا أيضا الحرية للآخرين نحن أيضا في كتبنا أبو بكر منافق خلص واحدة بواحدة ليس هناك حق لمن يسيء لأنبياء الله أن يأتي لكي يرمي الناس بأنهم أساء لمن يسميهم الصحابة وما قيمة الصحابة أمام أنبياء الله أيهما أولى بأن نراعي جانبه تمنعون الكتب الشيعية ليش في بلدانكم تقول أن فيها إساءات للصحابة ولماذا لم تمنعوا البخاري ومسلم وفيهما أعظم الإساءة لأنبياء الله لماذا أنتم تريدون من يؤدبكم ما حصلت واحد يؤدبكم مع الأسف وهذا الزمان الحمد لله شهد من يؤدبكم تحتاجون تأديب هذه عقيدة باطلة ولا حق لكم بعد إذن أن تقولوا نحن نحترم العترة الطاهرة هذا إمام العترة علي بن أبي طالب يأتيكم بتفسير وسندكم إليه صحيح يعني لا مجال لكم للتشكيك أو الإعراض عنه ومع ذلك تعرضون عنه خلافا للعترة الطاهرة فأنتم أهل الخلاف ليش تزعلون لما نقول عنكم أهل الخلاف تقول لا إحنا ما نخالف آل محمد لا خالفتم آل محمد هذا بين أيدينا هو شنو كلام في الهوى استهلاك إعلامي هو هذه كتب التفسير هذه كتب العقيدة عندكم أنتم تخالفون آل محمد هذه كتب الفقه عندكم تأتي لكم الفتوى عن علي بن أبي طالب عن الحسن عن الحسين عن السجاد الباقر الصادق الكاظم فتوى موجودة أنه هذا فتوان في المسألة الكذاية فتعرضون عنه تأخذون بقول مثلا مالك بن أنس فأنتم إذن أهل الخلاف أنتم لستم أتباعا لآل محمد أنتم لستم من أولياء آل محمد ونحن لأننا اتبعنا آل محمد ولم نقبل بتقديم قول آخر على قولهم قدمنا دمائنا وأرواحنا نفوسنا قدمنا أبنائنا وأعراضنا وبلداننا وأملاكنا وأموالنا فداء لآل محمد عليه السلام حتى نثبت على هذا القول القول الصادق مع الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين لا نعدوه إلى غيره صلوات الله عليهم